بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيدي الوصيل السلام عليك يا ابن فاطمة سيدتي نساء العالمين السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره هو الوتر الموتور السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيتم وبقي الليل والنهار يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلايات وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات فلعن الله أمتين أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت ولعن الله أمتين دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها ولعن الله أمتين ولعن الله أمتين قتلتكم ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم برئتوا إلى الله وإليكم منهم ومن أشيائهم وأتباعهم وأوليائهم يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة ولعن الله أمتين ولعن الله بني أمية قاطبة ولعن الله بن مرجانة ولعن الله عمر بن سعدين ولعن الله أمتان أسرجت والجمات وتنقبت لقتالك بأبي أنت وأمني لقد عظم مصابي منك فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة يا أبا عبد الله إني يتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك هو بالبراءة من من قاتلك ونصب لك الحار هو بالبراءة من من أسس أساس الظلم والجور عليكم وأبرغوا إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره بني عليكم وعلى أشياعكم برئت إلى الله وإليكم منهم وأتقربوا إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالات وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم إني سلم لمن سالمكم وحرب وحرب لمن حربكم وولي لمن هو علىكم وعد لمن عاداكم فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفتكم ومعرفتي أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب أثاركم مع إمام مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصاببكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبتين مصيبتين مصيبتين ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد وممات وممات محمد وآل محمد اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمياه وابن آكلة الأكبر اللعين بن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله اللهم لعن أبا سفيان ومعاويه ويزيد ابن معاويه عليهم منك اللعنة أبد الآبدين وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه اللهم فضاعف عليهم اللعنة منك والعذاب اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالات لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام اللهم العن أول ظالمين ظلما حق محمدين وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم اللهم لعنهم جميعا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين